في مشاكل بس شوي شوي لسه بدري عليها حقيقة في موضوع يلامسني اليوم حمد قدم مبادرة مرضى السرطان طبعا جمهور الواقع واللي تابعوني عبر مواقع تواصل اجتماعي يعرفون ان الوالدة في يوم الايام كانت مصابة بمرض السرطان ومرض السرطان عندنا في العائلة منتشر بشكل كبير جدي وعم الوالدة عمتها خالي خالي الثاني فمنتشر بشكل كبير يعني تعودنا على اصابة مرضى السرطان وكأننا في الوانزة موسمية الله يبعد عنه وعنكم الشر اصابة الوالدة كانت مؤلمة للامانة بشكل كبير جدا جدا لنا اكثر منها ما تكون مؤلمة عليها لدرجة انها كانت من الاشخاص اللي يصبرنا على هذا الألم رسالة لكل ابطال مرضى السرطان الله يشفيكم ويعافيكم هذا اولا ثانيا نحن نستمد منكم القوة الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واختاركم من بد هؤلاء المليارات واختاركم بهذا المرض وخاصكم دون عن احد سواكم يكتشف صبركم ويلهمكم ان شاء الله الاجر يعني يخوني التعبير لانه انا اعرف حجم المعالات اللي هم جاسين يعيشونها ولكن ممكن من ابسط الاشياء اللي احنا قاعدين نسويها انه احنا نذكركم نشد على ازركم ونقول لكم اهتموا بانفسكم بصحتكم لان على ما اعتقد على كلام الدكاترة والتجربة اللي مرت في الوالدة وفي الاقارب عندنا ان الجانب النفسي هو يشكل جزء كبير من شفائك بعد الله سبحانه وتعالى فتأكد ان هذا اختبار من الله ولا خصك الا الله اراد لك الخير في هذه الدنيا نسبة كبيرة اكيد يتابعونا من مرضى ومريضات الاصلطة الله يشفيكم ويعافيكم دائما ابد ان تأكدوا ان احنا معكم ورسالة للجمهور العزيز عبر هاشتاق البرنامج البزنس 64 وصلنا 64 اليوم صح؟ نعم البزنس 64 شاركونا كلماتكم وإهداءاتكم لمرضى السرطان ان شاء الله يشفيهم يعافيهم ان شاء الله يبعد عنهم ورسالة اخيرة دائما الوالدة تقولها للبنات خصوصا دائما حاولوا وساهموا في الفحص عن السرطان بعض الناس قد يكون عندها بعض التورمات ويخاف انه يروح ويكون هو مصاب ولكن اذا اكتشفت انت من بدري فتأكد انك قادر يعني اتعالجه وتشافيه في مرحلة افضل ولا انك انت تتأخر وتخاف فان شاء الله حلقة اليوم كثير من الناس يتشجع ويروح يفحص واشاء الله يشفيكم ويعافيكم يا رب العالمين حمد وضاري معنا ابو حزام كيف شفت هذه المبادرة المبادرات الانسانية تأثرني بشكل كبير واليوم هي لامستني ولامست جرحي يعني موجود عندنا في العائلة انا اقول مثل هذه المبادرات